السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم يا بش مهندسين أنا أخوكم المهندس محمد مجد وهنكمل كلامنا عن كورس سيدة بل قايمة ديلول 3 تقصص بال REALDING PROCESS وبنكمل كلامنا في الحامة الكهرباء وهنتكلم في المحاضرة بتاعتنا النهاردة عن عدد من الحاجات الهمة جدا في مجال اللحم يا بش مهندسين هنتكلم عن تعريف اللحم تعريف اللحم يا بش مهندسين وفق للاميركانсон والما نيجي نتكلم عن تعريف اللحم كده بش مهندسين هقولك ببساطة كده قبل ما نخش في التفاصيل بتاعته شان هو تعريب طويل شوية اللحام عبارة عن ايه بشمهندسين اللحام ببساطة بمنطقة البساطة لما انت كنت صغير مثلا وتتكسر منك لعبة بلاستيك ولا اي حاجة وتبدأ ان انت ايه تسياحها كده على البوتجاز كده وتبدأ ان انت ايه تدخلها في بعضها تمام طيب فانت ما كنت بتعمل عملية اللحام وانت صغير دي بتعملها عن طريق الحرارة بتاعت البوتجاز تمام عن طريق التمبراتشر تمام وعن طريق البرشور برضو انت بتبدأ تضغطهم مع بعض يعني تمام هو ده اللحام بشمهندسين فاللحام له كذا صورة يعني في الحام بالحرارة بس على سبيل المثال زي الحام الكهرباء في الحام بالحرارة وكمان البرشور ده بيحصل مع الهي دي بي باي بلاين والهاي دي باي بلاين دي بتكون بشمهندسين عبارة عن عملية فيوجن ببدأ اجيب المصورتين وابدأ ارفع درجة حرارتهم وابدأ اشيل الهيتر وابدأ بعد كده اضغط المصورتين مع بعض واسبهم دول تايم معين بحس انه يحصل عملية لحام تمام في الحام عن طريق البرشور اللي هو الفريكشن والدينج اللي احتكاكه بشمهندسين يبدأ يولد حرارة تعمل فيوجن وتعمل عملية اللحام تمام في الحام بسلكة لحامة بشمهندسين وفي الحام بدون سلكة لحام بدون سلكة لحام بابدأ ان انا يعني ابدأ اشتغل بالماتيريال نفسها وابدأ اصهر الماتيريال واسبت اندمج مع بعض تمام وده بيحصل لما كون انا مش لاقي سلكة الحام للخامة دي على سبيل المثال وده بيحصل مع الحام الارجوم بالطرش بتاعه بس من غير مستخدم تمام طيب وفي الحام بسلكة لحام زي الحام الكهرباء او اي طريقة من طرق اللحم دي فاحنا النهاردة بشمهندسين هنبدأ نتكلم عن تعريف اللحم ونبدأ نتكلم على معلومات هامة جدا 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 عن اللحم فاتمنى انتم تتابعونا وما تنسناش من صالح دعاكم وما تنسناش من الكومنتات والشير وقل لي السؤال بتاعك ولكن بعد ما تذاكر ان شاء الله المديول الخاص بمديول تلات طيب تعالوا بقى بشمهندسين كده نخش بسم الله الرحمن الرحيم مش عايزك تتخضم من التعريفة بشمهندسين احنا في فيديو قبل كده شرحناه بس هنتكلم عنه تاني اول ما تسمع التعريف انا اول ما سمعت التعريفة بشمهندسين ما فيمش اي حاج وعدت اقول هم الناس اللي كاتبه المراجع دي ما بتسهلش الدنيا ليه مع عملية اندماج وخلاص وابدأ ان انا بصت التعريف بصها بشمهندسين اه لما اجا اقول عملية اللحام هي معناها دمج جزئي يعني ايه دمج جزئي يا بشمهندسين والله حضرتك لو بصتت على الصورة بتاعته موجودة قدامنا هتبدأ تلاقي ان الشيل اتعملت من ثلاث لحمات لحم طولي ولحمين محيطي زي ما انت شايف كده بشمهندسين احنا عملنا بتاعتنا والدنيا زي الفل وغبلك اذا هو دمج جزئي يعني انا باب يبقى مثلا عندي ممكن تانك كبير ولكن عدد من اللحمات البسيطة غطط لي الشيل بتاعت التانك غطط لي البرشور فيزل بايبلاين عدد من اللحمات معين هو اللي غطالي البايبلاين المصورة 12 متر يمين و12 متر شمال واللحم في نقطة صغيرة خالص هو ده بشمهندسين معنى عملية دمج جزئي الكلام ده بيحصل لابش مهندسين بايهيتنج the material to the welding temperature عن طريق ايه عن طريق تسخين الماتيريال لدرجة حرارة اللحم تمام ما انا ممكن اسخن لدرجة حرارة بريهيت اسخن لدرجة حرارة حاجات تانية ولكن انا لو سخنت لدرجة حرارة اللحم هبدأ اعمل عملية اللحم زي الحام الكهرباء بابدأ اسخن لدرجة حرارة اللحم واسيب الماتيريال تبرد يبقى انا كده عملت عملية اللحم يبقى بايهيتنج the material to the welding temperature with or without the application of pressure معنى with or without the application of pressure ربش مهندسين ان انا without the application of pressure ممكن اعمل لحم الكهرباء طيب application للتمبرتشر مع الpressure هيكون موسير الHDPE بايبلاين زي ما احنا شايفين اهو مصورة بهاي دي نيس تيبولي ايثيلين بابدأ اسخنها بالهيتر وبعد كده شيل الهيتر اللي موجود قدامنا ده وابدأ ان انا احط ايه احط الكلام بات تبدأ انها تضغطها بpressure يبقى انا كده عملت عملية لحم عن طريق التمبرتشر وعن طريق البرتشر حلوة بايش مهندسين طيب لو انا جيت اهو شغلتلك الفيديو اللي موجود قدامنا اهو ادى بايش مهندسين مسؤولة الHDPE بايبلاين بابدأ احط الهيتر او في النص يبدأ يسخن الاثنين material يبقى انا كده عملت عملية لحم بواسطة الحرارة تمام ابدأ اشيل الهيتر ده بعدها وابدأ ان انا احط الكلام بات بتاعتي وابدأ ان انا اعمل اهو ده الكلام ده طبعا بعدها بايش مهندسين اهو ادى البرتشر اهو بدأ ان هو يأثر بالكلام بات اللي موجودة قدامنا عمل اللي اللي حمشفها زي ما انت شايف كده تمام وهو ده بايش مهندسين الHDPE بايبلاين ويلدنج واللي بيتم عن طريق الفيوجن ويتم عن طريق التمبرتشر وبيتم عن طريق البرش اهو عمل لك شفتين اهو الحامة اهو زي الفل قدامنا تمام الكلام ده لو شغلت لك الصوت هتسمع صوت ايه صوت البرشار نفسه تمام لان الكلام بات دي بتبدأ تدايق البيبسة بايش مهندسين وتسيبهم يحصل لهم عملية اندماج تمام يا بايش مهندسين دا اه ده كده احنا عم شفنا اللحان بالحرارة زي الحامة الكهراء بشوفنا اللحان بالحرارة مع البرشار في لحان بالبرشار بسه بايش مهندسين اه الكلام ده طبعا ايه زي زي ما احنا شايفين وبيبدأ ان هو يحصل نتيجة الاحتكاك وبعد كده الاحتكاك يدي حرارة حرارة تبدأ تعمل عملية لحام ويقاسبها تبرد والدنيا زي الفل تمام تمام طبعا يبقى الويلدنج بيتم عن طريق temperature with pressure or without pressure or by pressure alone الكلام ده بيتم with or without filler metal ازاي باش مهندسين زي ما احنا شايفين اهو المصورة اللي انا مساكها دي مصورة من احد شركات الادوية ويتلحمت بحاجة اسمها orbital جتاو ماشين تمام وببدأ الحمها ارجون تمام والاوربتال جتاو ماشين ده باش مهندسين بتبدأ ان هي تستخدم تورش الارجون بس وتبدأ ان هي تلحم الاثنين ماتيريال طبعا ما من غير خلوص تقريبا وحرارة قليلة بيحس انها ما ده حصلش ولا حاجة وتبدأ ان انت تلحم تمام الكلام ده بيتم في شركات الادوية بيتم في حاجات كتير جدا والكود بتاعها باش مهندسين ازمي او تمام طيب يبقى ده تعريف اللحم باش مهندسين زي ما احنا شايفينه خلي بقى لكن انت تورش الارجون اللي هو اللي موجود على ايده اليمين ده فيلر او سلك اللحم موجود على ايده الشمال ممكن من غير فيلر باش مهندسين ابدأ اشتغل بتورش الارجون وده موجود زي ما احنا قولنا في المعدات الطبية والمصانع بتاعت الشوكولاتة والعصير والحاجات الجميلة دي طيب نكمل كلامنا باش مهندسين تمام يبقى زي ما احنا اتكلمنا كده في تعريف اللحم اعتقد مفهوم وما فيش فيه اي مشكلة ولو في مشكلة بدل مع ايده تاني رجع انت الفيديو تاني طيب هنتكلم يا باش مهندسين كده باش مهندسين بيقولك ان احنا في اي بروسس ايا كان عندنا تلات برامترز لازم اركز فيه كويس جدا هي اللي هتديني لحام بكفاءة عالية تمام اول حاجة باش مهندسين عندي على سبيل المثال بتكلم على الحامل الكهرباء فانت عندك مكنة الحامل الكهرباء ووصل لها كهرباء ودي مصدر الحرارة بتاعتي عندك بعد كده الشيلدنج والشيلدنج ده باش مهندسين ممكن يكون استوانة غاز في الحامل ارجون ممكن يكون البدرة اللي على السلكة في الحامل الكهرباء الحاجة الثالثة باش مهندسين فيلر مثل او معدن الملأة او سلكة اللحن ممكن يستخدم كما هو الحال في الحامل الكهرباء ممكن يستخدم او لا يستخدم كما هو الحال في الحامل ارجون تمام يا باش مهندسين طيب ايه فكرة عمل اللي حامل باش مهندسين فكرة عمل اللي حامل باش مهندسين هي القفلة الكهربية اللي ما بين الموجب والسالب لو انت كده امتجايب مثلا بطارية عربية او بطارية قلم على سبيل المثال وصلت الموجة بوسالب تبدأ تلاقي شرارة البطارية اللي هي 12 فولت وصلت الموجة بوسالب تلاقي شرارة يعني المهندسين اللي اشتغلوا كاميكاترونيكس او الكترونيكس او إلكترونيكس فاهمين انا بكلم في ايه كويس قوي و المهندسين عامتا اكيد خدوا سيركوت ومبادئ الهندسة الكهربية فاهمين الكلام ده كويس جدا ان لو انا وصلت ما بين موجة بوسالب هي الشورت سيكيت هي اللي بتدينا الارك الارك ده بش مهندسين تخيل هو فكرة عمل اللحان طب الكلام ده بيحصل ازاي بش مهندس اقولك بيحصل ازاي من خلال المرجع بتاع السيد اول حاجة بش مهندسين الارك از كرييتد بتوين ذا الكتروت ان دووك بيس ديو توفلو اوف الكتريستي ذيس ارك بروفايد هيت اول انرجي تو ملتزا بز متل فيلر متل اند الكتروت كوتين الارك ده بش مهندسين بتبدأ انها تدي الارك والارك ده بش مهندسين مع استمرار في المصار بتاع الطيار الكهربي من مكانة اللحان بيبدأ يدي حرارة الحرارة تبدأ انها تصهر الماتيريال وتصهر لي السلكة بالبضرة بتاعتها تمام اللحام طبعا بتاع الكهربي بيمشي من على الشمال الينون زي الصورة اللي موجودة قدامنا بيبدأ يدي بص لحام هذا بص اللحام مغطى بطبقة من اللسلاج طبقة خفيفة جدا من اللسلاج بش مهندسين ومجرد ما بيبدأ يطرق عليه اول حجار بيبدأ ان هو يشيله بيبدأ ان هو يتشال ولو السلاج ده انا مش يلتوش واللحام مكانش تنضيف الحام واللحام فوقه هيبدأ يعمل لي طبعا سلاج انكلوشن لان انا برمي الحام على ايه على بضرة فاللحام ما بيبقاش يعني حصل فيه طبعا اندماج كويس طبعا بيش باندسين اللحام عنده اعتقاد او بعض اللحامين عندهم اعتقاد ان الاسلاج ده بيبدأ ان هو يطلع لو فيه صادة ولو فيه اي حاجة ولكن مش شرط وما ينفعش ان انا اعتمد عليه لازم استلم في الفطب الماتيريا البتاعة نضيفة مراية قدامي قبل ما بجري عملية اللحام ينفعش ان انا استلم لحام على صادة او استلم لحام على بوية تمام طيب اه برضا باش مهندسين هنتكلم على سلكة اللحام سلكة اللحام ما باش مهندسين البريمري المنت او شيلدنج متال او اول حاجة بتبدأ تعمل لها عملية عزل البركة اللحام عن الهواية الجوي عشان ما يدخلش اكسوجين ولا هيدروجين ويعمل لي بروزتي هو ايه هو الشيلدنج تمام طيب اه اللي بيبدأ ايجي من سلكة اللحام طيب سلكة اللحام ما باش مهندسين عبارة عن ايه بيبدأ يتكون من متال كور واير مغطى بطبقة من الجرانالر فلاكس طبعا عليهم مادة ربطة زي ما احنا شايفين باش مهندسين اهو انا عندي كور واير الكور واير ده باش مهندسين المقاس بتاعه هو مقاس سلكة نفسها يعني لو السيز بتاع 2.5 يبقى دي السلكة 2.5 لو 3.5 بقى السلكة 3.5 وهنا طبعا في بودرة البودرة دي معمول لها اندماج مع السلكة تمام طيب طبعا كل انواع الكربون واللوء اللوي ستيل بتستخدم نفس المعدن الداخلي اللي هو اللو كربون ستيل الكترو دي تمام ولكن لو فيه اللوي ولا حاجة بابدأ ان انا اضفها فين بيبدأ المصنع يضفها على البودرة الخارجية تمام لان اللوء اللوي طبعا مش مهندسين احيانا بيعوز نسبة كوروم نسبة نيكا للكلام ده فبابدأ اضيف النسبة دي على البودرة الخارجية انما اللوء كربون ستيل واللوء اللوي ستيل اللي اتنين نفس الكوروية طبعا دي الانسبة اقتصاديا ان انا ابدأ ان اضيف المكملات بتاعتي والفيتامينات بتاعتي والمكملات الغذائية اللي انا عايز اضفها لمادة اللحم ابدأ احطها في البودرة الخارجية طبعا انا بش مهندسين ببدأ ان انا مع المسمى بتاع السلكة او مع الكلاسيفيكيشن بتاع السلكة ببدأ لقي رموز فلو لقيت مثلا رمز بي تلاتة معناها ان فيها واحد في المية مول بيدانيوم اتنين وربح كورو تمام طيب يبقى انت كده بش مهندسين الالوينج الامنت بيبدأ يضاف على البودرة الخارجية زي ما احنا تمام طيب لما تيجي انت بقى نازل تشيك على الفطب بي بش مهندسين والكلام ده بتبدأ ان انت عندك مثلا فطب اه حوالي تلاتة ميلي او من اتنين لتلاتة ميلي اللي هي بنقول لي عليها اتنين ونص فبتحط عقب سلكة اتنين ونص وتبدأ ان انت تشيك هل الخلوص بتاعك مزبوط ولا الخلوص بتاعك اوسع شوية وتخلي بالك بش مهندس من كزا حاجة اول حاجة بش مهندس لازم تاخد بالك ان ان انت بتجمع الخلوص بتاعك على قد السلكة اتنين ونص دي مش اوسع زي ما موجود قدامنا في الصورة كنت بتكلم مع مهندس اه من احد الدول الاجنبية اللي احنا بنقول علوم خبراء يعني المهم ان هو اه جاي يتكلم معايا في ان الخلوص لازم يبقى تلاتة ميلي واربعة ميلي والمشكلة ان البروسس نفسها كانت لحم كهرابا تمام فانا كنت لسه راح الشغل جديد قطره من غير مفتح مواصفة اللحم في الحام الكهرابا احنا كده كده بنجمع على الخلوص اتنين ونص ميلي فالحام الارجوم ممكن بنجمع على اربعة ميلي خمسة ميلي مش هيحصل حاجات تمام طيب فهو طبعا ما صدقنيش ففتح المواصفة فلاقي كلامي صح فالفكرة باش مهندسين خلاص انت مع الوقت ومع الشغل بتاعك بيتحول الموضوع ده خلاص في حاجات بقت محفوظة بالنسبة لنا الحام الكهرابا بيتجمع على اتنين ونص ميلي تمام فخلاص بس الامور بالنسبة لك بتبقى سهلة وما بيبقاش فيها اي مشكلة طيب اه شكرا جزيلا ليكم وابش مهندسين اتمنى ما تنسوناش من صلاح دعائكم وتتابعونا ان شاء الله في الفيديوهات الجاية وتقولنا رأيكم في الكومنتات شكرا جزيلا ليكم وابش مهندسين والسلام عليكم اشتركوا في القناة